أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكون وإذ قلنا للملائكة اسجدون آدم فاسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر أكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا طالين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كان فيه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواف الرحيم قلنا أهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب ما لهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقوا ولا تنبسوا الحق بالبنق لوددتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآجوا الزكاة واركعوا مع الراتعين أتأمرون الناس بالبر وتنسعون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يرنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتني التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل عدل ولا ينصرون وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك أم من ربكم عظيم وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وأعلنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخادكم العجل فتوبوا إلى فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التوماء الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله عجارة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغماء وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها عيد شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا إن يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسرون وإن استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل مناس ما شربهم كلوا واشرفوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا نسا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض تقلها وقفتها 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 وعسلها وبصرها ولا أستطيعون الذي هو الأجاب الذي هو أخير اهبتوا بصرع فإنهم الناس ألتهم وقريبا عليهم الدلة والمسكات ولا أقبض من الله ذلك كان لهم دانهم يكفرون لآية الله ويحضرون النبي وقفتها 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 ويحضرون إن الذين آمنوا والذين آدوا والنصارى والصابين من آمن بالله والكيوم بالله عملوا صالحا فلهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم اغطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال نوسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان دين لك فافعلوا ما تهمروا قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لهم هات سر ناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابت علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسق الحرخة لا شيئة فيها قالوا الآن جرت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببرنا كذلك يحيي الله الموتى ويليكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرق لهم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما خدح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا عند الله ليشعروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين يحسن وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة كاد ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقر وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم يخراجوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جساء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا ينخفف عنه ولا ينصروا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وعيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا من قتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنوا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتقون للذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين على أمهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرنا وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الداع الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فإن كنتم صادقين ولا يدعنهم أعظم فيهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم فر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر بالله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك به لله مصدقا لما بين يديك وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات ديننات وما يكفر بها إلا الفاسقون فقل لبن عهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن شك كفروا يعلمون الناس السحر وما منزل على الملكين بباب لها عوت وماروت وما يعلمان من أحد حتى فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مالهم في الآخرة حيوا بأس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لهم يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا نظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذي من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء وقضل العظيم ما ننسح من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو إثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لنه ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تره سؤلكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفوا حتى يحتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ولقيموا الصلاة والآت الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل آتوا برهات إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أدره عند ربه وهم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلمون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون من قولهم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسعنا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإلى قضامر فإنما يكون فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابا قلوبهم قد بينا الآية أو من ينقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصعاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى قل إنه دموا ونهدى ولئي اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر إن آتناه وكذاب يكون كلابته أولئك يؤمنون به وأن يكون بردان لكهم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعنت عليهم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني داعك للناس ما من قال مفيد قال لا ينال عهد الظالمين وإجعلنا البيت مثابة للناس وأعنوا واتخذوا من مقال إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن صفر بيتها للضائفين والعادفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن في الله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعوا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النا وفيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا لقبل لنا إنك أنت السميع عليم ربنا وجعلنا مسلم ومن دريتنا أمة مسلمة لك وألنا من تب علينا إنك أنت التوام الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والمزك إنك أنت العزيز الحكيم ومن ومن يرد عم من إبراهيم إلا من سبيع نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال لهم رب أس قال أس لرب العالمين وعصى بها إبراهيم بئي ويعقوب يا بني إن الله مصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إن قال لبني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إليك وإلى هذائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي ونم ربهم وإن أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما أنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإننا هم إشطاء فسيكي من الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون قل قل لا تحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مودا أو نصارا قل أنتم أعلموا أهلا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمتهم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السبهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولذلك نشر والمرض يملي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمتهم وسر لتكونوا جهدا على الناس ويكون الرسول عليكم جيدا وما تعمل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله في الناس رغوف رحيم قد أرى تقلب ولك بالسماء فلنول أنك قبلة ترضاها فولي وذاك شبر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجواكم شبرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عنا يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعون وما ألم بكتاب عدو صلاحهم وما ضعب وما ضعب ولئن تبعت أهوان من بعد ما جاءك من العلم إن ك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفون المكم أهو إن بريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين ولكل مجاد هو مولي فاستلق الخيرات أينما تكونوا يهد بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث فرج تبول وذلك شطر المسجد الحرام وإن هو للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حين خرج تبول وجاء شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجواكم شطر لألا يكون للناس عليكم حجة إلا شوهم شوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آية يتلو ويسكيكم ويعلمكم التداب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا في الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقدل في سبيل الله أموال بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر بلا جناح عليه أن يطوف بيما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البلنات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكفاء أولئك إله إله واحد لا إله إله والرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والمهار والفلك التي تجري في البحر فعما سوى أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرحيم السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقدون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمعوا إلا دعاها ونجاءا صن بكم عمي فهم لا يعقدون يا أيها الذين آمنوا كلوا منهم طيبا لما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إذا أعبدون إنما حرم عليكم الميدد والدم ورحم الخنزير وماء إلا به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يبتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتغون به ثمنا قليلا أولئك ما يكون بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصفرهم عن النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق دعيد ليس البر أنت والأوجوة كن قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم آخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسفرين وأقام الصلاة وآت السكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى كمن عفي لهم من أخي شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدلهم بعدما سمعهم فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عنهم فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله أفكر الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدوداً فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر هناك فدية طعام مساكين فمن تقوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مدى للناس وبئينات من المدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله عليكم إذاكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خلق الأسود من الفدل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكبون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كبارك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أولي الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل الذي قال هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر قوأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث أخرجوكم والفتنة وأشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتعوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتعوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التانكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدنوا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففجية من صيام أو صدقة أو سك فإذا أجنتم فمن تمتع للعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله جديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد اتقوا واتقوا لي يا أهل الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فالكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاضوا الناس واستعفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك له نصيب مما كسبوا الله سريع المساب واذكروا الله في أيام معدودا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أهدف الفصار وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذتهم عزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المعاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إصرائي لكم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم فإن الله شديد العقاب ومن حياة الدنيا ويصحرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يرمى القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزقهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء البينات بغيا بينهم فأدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يأني من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأهم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضرع حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله يا لا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما كين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإقرأ من عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يسألون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتجن منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجادوا في سبيل الله أولئك يرجون والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم ما أكبر من نفعيما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو جذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعندكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا أمد مؤمنكم خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن في حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطرحين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور الرحيم للذين يؤلون من نساء إن تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهمن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهمن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهن في المعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يدعد حدود الله فهؤلاء كم الظالمون فيما طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح سوجا غيرا فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يترى بعاء إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها بقوم يعلمون وإذا طلقت النساء فبلغ ما جلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ آيات لله وزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتهم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعظلوهن أن ينجحن أسكوهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يطلق الآي واليوم الآخر ذلكم أسكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمها الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا دناح عليهم وإن أردتم أن تستقعوا أولادكم فلا دناح عليهم إذا سلمهم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا جلهن فلا دناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا دناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا أولا المعروفة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جنة عليهم أما لم تمسوهن أو تفرضو لهمن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهمن فريضا فنسب ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خذتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزوابا وصية لأزوابهم متاعا لغير إخراج فإن خرجنا فلا تناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياءهم إن الله لذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميعا عليهم من دا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط ما إليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من دني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبيه إنهم عتلا فلكم نقاتل في سبيل الله قال العسيد إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله صفاه عليهم وزادهم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الدابوت فيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شربتهم ومن لم يطعموا فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيهده فشربوا منه ولا قليلا منهم فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصافرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين فأزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله للناس بعضا ببعض ولكن الله دو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وانفقوا منا وزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا يرثي ولا خلدة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ مسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإنه يعلم ما بين أيديهم وبا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكران في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالضغوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آجاه الله كإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي لها من المقرر فبهت الذي كفر والله لا يأتي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الموتها فأماته الله مئة عام ثم بعثهم قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرافك لم يتسن وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسمها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أدني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الضير فاصرهن إليك ثم دعا على كل جبل ثم دعوهم ليأتينك سعى وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبات أنبدت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء والله ماسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أجروا من دربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة الخير من صدقته يتبعها أدا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمهن والأداة الذي ينفق ماله رهاء الناس ولا يؤمنون فمثله كمثل صفوان عليه ترام فأصابه وابد فتركه صدى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدل قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا منها كمثل جنة بربوة أصابها وابد فآتت أكلها ضعفين فإلا منصبها وابد فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنام تجري من تحتها الأنساء هي من كل الكمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فينا فاحترق كذلك نبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا منه طيبا كما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم لأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعينكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعينكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عنهم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما ينلكوا إلا أول الألباب وما أنفقت من نفقت أو نذرتم من ندر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تؤدوا الصدقات فإن أهي وإن تخفوها وتدوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبيا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا الدغاء وده الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للذين وحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفظ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهال سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فأنتها فله ما سلف وأمر إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الهلاء فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمدل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيعا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمدله بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظر ما فتذكر إحداهم الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك ما خسر عند الله وأقوم للشمالة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة أن تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها فاشدوا إذا تبايعتم ولا يضاروا كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنهم فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أرض تخفو من يحاسبكم بإله فيغفر لمن يشاء ومن يعلم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم